اقب رحيل الرئيس الايراني ابراهيم رئيسي عن الحياة بعد تحطم الطائرة التي كان على متنها ترحم عليه الكثير من الاشخاص بينما استنزل الرهد الاكبر لعنات السماء على روحه وذلك نتيجة ما وصفوه بالجرائم التي ارتكبها بحقوق السجناء ابان فترة حكمه وما قبلها فمن قمع الى تعذيب الى اصدار احكام اعدام غير شرعية بحق الابرياء كانت تلك هي محصلة رئيس الرجل الذي تم منحه لقب رئيس لجان الموت فتعالوا معي كي تتعرفوا على ما فعله ابراهيم رئيسي بخصوم النظام الايراني ومعارضيه وهل انتقمت السماء منه بعد رحيله بهذه الطريقة البشعة لطالما كان ينظر الى الرئيس الايراني ابراهيم رئيسي على انه احد رعايا المرشيد الاعلى لايران وخليفة محتمل لمنصبه داخل النظام الشيعي في البلاد تعرض رئيسي اثناء وجوده على مروحيته بما وصفته وسائل الاعلام الحكومية بانه هبوط صعب يوم الاحد رئيسي الذي يواجه بالفعل عقوبات من الولايات المتحدة ودول اخرى بالسبب تورطه في الاعدام الجماعي للسجناء في عام 1988 كان الرئيس الايراني صاحب الثلاثة وستين عام يدير القضاء الايراني سابقاً وترشح للرئاسة دون جدوى في عام 2017 ضد حسن روحاني رجل الدين المعتاد لنسبياً الذي توصل اثناء وجوده في الحكمة الى اتفاق طهران النووي لعام 2015 مع القوى العالمية خاض رئيسي مرة اخرى في انتخابات شاهدت منع جميع خصومه البارزين المحتملين من الترشح بموجب نظام التدقيق الايراني وحصل حينها على ما يقرب من اثنين وستين بالمئة اي ثمانية وعشرين فاصل تسع من عشر مليون صوت وهو ادنى نسبة مشاركة بالنسبة المأوية في تاريخ الجمهورية الاسلامية بقى الملايين في المنزل والغى اخرون بتقاتي الاقتراع وبعد انتخابه سئل ابراهيم رئيسي عن عمليات الاعدام عام 1988 والتي شاهدت اعادة محاكمة سورية لسجناء السياسيين والمسلحين وغيرهم والتي ستعرف باسم الليجان الموت في نهاية الحرب الدموية بين ايران وعراق وكان حينها ابراهيم رئيسي احد مسؤوليها وتقدر جماعات حقوق الانسان الدولية انه تم اعدام ما يصل الى خمسة الاف شخص وخدم رئيسي حينها في تلك الليجان ونتيجة لذلك عقبت وزارة الخزانة الامريكية في عام 2019 ابراهيم رئيسي لاشرافه الاداري على اعدام الافراد الذين كانوا احداثا وقت ارتكاب جريمتهم وتعذيب السجناء او معاملتهم او معاقبتهم القاسية او اللا انسانية او المهينة في ايران بما في ذلك بتر الاطراف كما اشارت الى مشاركته في عمليات الاعدام في عام 1988 ودعم رئيسي ايضا الاجهزة الامنية في البلاد اثناء قيامها بقمع جميع المعارضة وتحديدا عقب وفاة مهسى امين عام 2022 والاحتجاجات التي اعقبت ذلك في جميع انحاء البلاد وقتلت الحملة الامنية التي استمرت لاشهر اكثر من خمسمائة شخص وشهدت اعتقال اكثر من 22 الف شخص هذا وقد وجدت لجنة تحقيق تابعة للامم المتحدة ان ايران كانت مسؤولة عن العنف الجسدي الذي ادى الى وفاة اميني بعد اعتقالها لعدم ارتدائها الحجاب او الحجاب حسب رغبة السلطات ويقول محمود رويعي وهو ساجين سياسي سابق استجوابه رئيسي خلال حملة عام 1988 ان الرئيس الراحل اصدر حكما بالاعدام على النزيل كان يعاني في حالة خطيرة من الصراع واوضح للطايمز انه تم اقتياده الى ممر الموت حيث كان السجناء ينتظرون قبل الاعدام كان يعاني من نوبة صراع لكن رئيسي حكم عليه بالاعدام فلم يستطع المشي ولكن في اليوم ذاته وعلى الرغم من قضاء عقوبته بالكامل تم اعدامه وامر رئيسي ايضا وفق شهادة رويعي برمي شاب لم يذكر تهمته من اعلى جبل كعقاب عندما كان المدعي العام في مدينة كارجا ويعتبر مركز ايران لحقوق الانسان ان سجل رئيسي في انتهاك حقوق الانسان سيء واطلق عليه لقب قاضي الموت بسبب تورطه ضمن لجنة تضم اربعة اشخاص اخرين في اصدار احكام الاعدام في الثمانينيات رحل الرئيسي عن الحياة بعد ان التسقت به كل هذه الاتهامات وفرح الكثير من الاشخاص داخل ايران وخارجها لرحيله واعتبر ذلك بمثابة انتقام السماء وعدالتها الناجزة من رجل قضى على حياة الكثير من الابرياء في سبيل وصوله الى كرسي السلطة